ناقش باحث اقتصادي إيجابيات خسخصة الكهرباء مستعرضاً أمثلة لبعض مناطق بغداد وما تابعه من تغييرات بالأرقام وعلى رأسها ارتفاع إرادات الكهرباء من 100 مليون دينار إلى أكثر من مليار دينار واعتبر الباحث مردد العزاوي أن رفع الدعم عن الكهرباء وخسخصتها تنفع المواطن وبالأخص الفقراء مستشهداً بالتجارب التي شهدتها مناطق زيونة واليرموك والحرثية حيث وصل التجهيز إلى 24 ساعة وأوضح أنه على عكس الرواية القائلة بأن سكان هذه المناطق مؤهلين لدفع التكاليف المالية فقد بلغ مجموع استهلاك الذروة قبل الخسخصة 89 ميجاواط مقابل 62 ميجاواط بعد الخسخصة بالخفاض يصل إلى 30% ما يعني أن تعميم التجربة سيوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية المهدورة